الله يعزك أنا بأس دمك الصنف صغير جدا لكن يمكن تقول مع بايا سكر ما شاء الله اللي هو هذا الصنف طبعا كم قتلي كم صنف عندك في طمر 24 صنف وفي الفلفل 14 صنف ما شاء الله هذا على ما نشوف النحل الطنان هذا النحل الطنان على ما تشوفه يقوم بعملية تلقيحا حاليا داخل مكان مغلق تماما ويستخدم صاحبنا النحل الطنان عبد الحميد وهذه خلية النحل الطنان شوف تقريبا تأخذ هذه الخلية مع النحل الطنان فترة هل لنا نشوف كده هذا النحل الطنان يمكن تقلس والله أعلم عندك من تشتريها تقريبا والله أعلم مع شهرين زمان ولكن تقوم بعملية التلقيح في الأماكن المغلقة وما شاء الله عليها وطبعا ما تلسعك ولا تخاف منها لا هي تتقول هذه هذه شوف نحل الطنان خلينا نشوف كده هذه ما تلسع ولا شيء وتقوم بعملية ويش تلقيح الأشقار ويزيد عندك طبعا في الأماكن المغلقة أنت لازم تكون عندك عملية تلقيح شوف ما شاء الله الحبيب عبد الحميد هذا التقول عندنا اليوم جايرين الأخ عبد الحميد في المصنعة طماط عنده أنواع وشكال رايح هو يصورهن تقريبا كم عبد الحميد كم صنف عندك 24 صنف وعشرين صنف تعال عبد الحميد شوية كلمنا لو سمحت شوف النحل الطنان كيف تمشي وهذا الأخ عبد الحميد عنده ما شاء الله صناف كثيرة لعبد الله يزيدك نوري الغلي الله يعزك أنا بص دمك الصنف أيوة صغير جدا لكن يمكن تقول مع بايا سكر ما شاء الله اللي هو هذا الصنف طبعا أورجانيك كم قتلي كم صنف عندك فيه طماط 24 صنف وفل وفلفلفل 24 صنف ما شاء الله وتستخدم نحل الطنان في عملية التلقيح لأن المكان ما عندك مغلق وإش فائدة الإغلاق هذا حماية عن الحشرات وطيوط ونفس الشيء عن الغربات الهواء المباشرة وغيرة والور التربة التراب يعني والغبار الغبار وغيرة يمسك الغبار هو أسوأ لكن أمور طيبة يعني كشمس ما شمس مرر أخموح وفي فترة الصيف وفترة الصيف يقمع رطوبة يقمع رطوبة الأخص اهتماما في التين في الصيف طبعا أنت الصيف مرح يحكم ولا شجر هنيه غير التين حيوة التين يحب الرطوبة خلينا نشوف خلينا نشوف يا طويل العمر التين لأننا محتوانا أصلا في التين